الحراك هذا لازم يبقى في تاريخنا ولازم يبقى في وجداننا ولازم يبقى بعد ما يفوز عبد القادر بن قرينا بتوفيق الله ثم التفاف الشعب لازم يبقى هذا الحراك مستمر لأن الحراك هو عزة الأمة الجزائرية كما أن ثورة تحرير رسمت استقلال هذا الوطن وخطت مشروعه الوطني النوفمبري فإن الحراك الملايين بالشعارات الوطنية الغير مؤدلج هو رمز عزة كل الجزائريين والجزائريات ويجب أن يبقى محمي ومستمر ويجب أن لا ينطفي حتى يستطيع الرئيس أن يفكك نظام العصابة لأن نظام العصابة لا زال قوي ولا زال يتمسك بمفاصل الدولة الجزائرية وفي مختلف نواحيها ولذلك يجب أن يستمر الحراك دون توقف حتى نقضي على ونفكك النظام الفاسد الذي أذل هذا الشعب وسرق ثروته وسرق فرحته ونبني جزائر جديدة